قرر المجلس الوطني للإنابات لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسين إجابة في اجتماعي أمسل حد الدخول في إضراب ندارية بعدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة إلى الدورة الرئيسية للسودسي الأول لسنة الجامعية الجارية بكامل المؤسسات الجامعية بالبلاد على خلفية انقلاب وزارة التعليم العالي على اتفاق السابع من جوان 2018 بخصوص احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وأضاف اتحاد جابة في بيان الله اليوم أنه تقرر أيضا مواصلة حجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة والامتناع عن إعطاء تقارير البحث السنوي الفردية بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين في كل مراكز البحث العلمي